وهذه العيادة ينبغي أن تتكرر وأن لا يمل منها صاحبها فالمريض ينظر إلى معاملة الآخرين له وتضعه نفسيته عندما يرى أنه أصبح كلا عليهم وأنهم يتمنون إما برأه وإما مفارقته كما قال صخر بن عمر بن الشريد السلم أرى أم عمر لا تمل عيادتي أرى أم صخر لا تمل عيادتي وملت سليمان مضجعي ومكاني وأن يمر إن سواب أم حليلة فلا عاش إلا في شقا وهواني فأمه كانت تترفق به وتخدمه ولا تمل عيادته وزوجته كان يسمعها إذا سئلت عنه تقول لا هو صحيح فننتفع به ولا هو ميت فنستريح منه فقال هذه الأبيات التي هي عبرة وموعظة وحاجة المريض إلى العيادة فيها إزالة للألم وتخفيف للمعاناة ومساعدة له فيما يحتاج إليه من المساعدة وتصح بين المحارم وبين من سواهم فالأصل أن يزور الرجال والرجال وأن يعود الرجال والرجال من المرضى وأن يعود النساء والنساء لكن مع ذلك لا حرج في عيادة الرجل للمرأة المريضة إذا كانت من أقاربه أو من معارفه ولا حرج كذلك في عيادة المرأة للمريض من أقاربها أو من معارفها وليكن ذلك بالضوابط الشرعية وهي عدم الخلوة وعدم الكشف وعدم الخضوع بالقول وغير ذلك من الضوابط المعروفة في الخلطة بين الرجال والنساء ترجمة نانسي قنقر